الإدارة الذاتية تحكم سيطرتها على سقطرة ما يعني أن الإمارات نفذت إرادتها في الجزيرة اليمنية وعند الحديث عن الكيفية التي تمت بها العملية يظهر الدور السعودي حاسماً في الأمر اختلف اليمنيون مع الأطماع الإماراتية في السقطرة كان ذلك الاختلاف مدخلاً للقوات السعودية التي قدمت إلى الجزيرة بحقة وقف التصعيد الذي وصل إلى مجلس الأمن وبعد فترة قليلة نجحت القوات السعودية في تسليم الجزيرة لأتباع الإمارات على مرءاً من الشرعية اليمنية المستلبة في الرياض فهل خدعت الشرعية للمرة الألف بالسعودية؟ ذك حديث أصبح في طور تعريف المعرف فمناقشة الحقائق نوع من العبط تلك الطريقة التي ينظر بها اليمني لسير الأحداث وقد يتبعها باستنكار مدلوله متى كانت السعودية في صف اليمن هذا النوع من الاستنكار أصبح وصمت عار في جبين السلطة الشرعية التي فتحت البلاد للأطماع الخارجية مثلما فتحت حصالاتها للمصالح الشخصية اللاوطنية وهذا أيضاً تعبير رائج في شارع اليمني الذي طعن ظهره من الجميع وهل يمثل خنوع الشرعية هذا موقفاً ليمنيين؟ ذك سؤال تبنى إجابته على ما يمكن للشارع اليمني أن ينتجه من خيارات للذود عن بلاده سيل الأسئلة الباحثة في مآلة الأحداث يكاد لا يتوقف لكن المهم منها الآن هل ما زال الأمل معقوداً على الشرعية التي لا تجيد سوى كتابة بيانات الاعتراف بالهزائم ورجاء النصر من الحلفاء الأعداء؟ هنا الإجابة واضحة وقاسية وجارحة ومرة وهي بالطبع لا